في مكان ما داخل المحيط قرر إله قوي يعرف باسم بوسيدون زيارة مدينة البشر حيث أجبره موعد طارئ على التوجه نحو الشاطئ يتحول الإله في النهاية إلى شكله البشري وسرعان ما يصل نحو المدينة حيث يذهب في سر إلى مبنى إمبير سيتي ويرى أن شقيقه زيوس كان ينتظره طوال الوقت وسرعان ما يخبره عن أن زيوس قد فقد على ما يبدو أعظم سلاح لديه المعروف باسم الصعيقة ويتهم ابن بوسيدون بأنه اللس الذي سرقها يتسبب هذا في غضب الإله حيث ينفي الاتهامات على الفور لكن زيوس يرفض الاستماع ويطالب بإعادة سلاحه خلال 14 يوما وإلا سيضطر إلى شن حرب طاحنة وفي نفس الوقت بوسيدون لديه طفل معروف باسم بيرسي يحضر محاضرة داخل متحف برفقة صديقه الذي يدعى جروفر حيث يستمعان إلى أستاذهما وهو يتحدث عن تاريخ اليونان القديمة ومع ذلك قبل أن ينتهي الفصل تقترب معلمة من بيرسي وتطلب منه التحدث على انفراد الآن وهذا لا يمنح بيرسي أي خيار آخر سوى الدخول معها إلى الغرفة المجاورة بينما يلاحظ على الفور أن المرأة قفزت بطريقة ما نحو الأعلى والأسوأ من ذلك أن المعلمة تتحول بسرعة إلى شيطان مروع ويهاجم بيرسي على الفور ويتهمه بسرقة صاعقة البرق لحسن الحظ قبل أن يتمكن الوحش من اختطاف بيرسي قاطع المعلم الموقف بسرعة وهدد بقتل الوحش على الفور إن لم يترك مما يجعل الوحش يطلق صراح بيرسي في خوف حيث يندفع ويخرج من المبنى على الفور وسرعان ما تم الكشف أن هويته عرفت وأن زيوسي يطارد ابن بوسيدون فقام الأستاذ بإعطاء بيرسي قلما وأكد له على أنه سلاح قوي للدفاع بينما يطلب من جروفر إحضار صديقه حالا إلى معسكر أنصاف الآلهة في اللحطات الموالية نرى بيرسي جنبا إلى جنب مع والدته في السيارة وهي تكشف لابنها أن والده هو في الواقع إلها البحر ومع ذلك لم يسمح البوسيدون بالبقاء مع عائلته لأن زيوس منع الآلهة من التواجد مع أطفالهم من البشر وهذا يعني أن بوسيدون لا يمكنه أبدا مساعدة ابنه بشكل مباشر والنكان الوحيد الذي يمكنه حمايته الآن هو مخيم لأنصاف الآلهة بجانب البحر حيث يتم حماية المكان من الوحوش في الخارج بواسطة الحاجز السحري فجأة يرمي مخلوق عملاق ببقرة أمام السيارة ويتسبب في تحطمها لحسن الحظ تمكنوا من النجاة من الحادث بينما كشف الروفار في النهاية أنه وحش الستير حيث كسر الزجاج الأمامية بأقدامه التي تشبه أقدام جدي ما سمح للجميع بالهروب قبل أن يتمكنوا من الهروب سرعان ما رأوا أن الوحش العملاق يندفع نحو طريقهم ويجبرهم على الجري بالاتجاه المعاكس بأعجوبة يتمكنون من الوصول إلى مدخل المخيم حيث يندفعون على الفور نحو الداخل لكن بيرسي سرعان ما لاحظ أن الحاجز السحري ينع والدته من دخول الملاذ الآمن مما يتسبب في القبض على المرأة من قبل الوحش العملاق فينقل والدته كراهينة بسرعة نحو البعد الآخر يرى بيرسي ذلك ويقرر الإخراج القلم الذي يصبح سلاحا بضغطة فقط حيث يبدأ في قتال الوحش العملاق لمحاولة إنقاذ والدته ولكن يتم ضربه فيتطاير بعيدا يندفع الوحش الضخم نحوه وكاد يسحقه فكسر قرن المينوتور بالشجرة وتمكن بيرسي من سحبه بسرعة وطعن الوحش في صدره وقتل المخلوق العملاق ما يتسبب في إغمائه من جراء ضغوط المعركة عندما يستعيد بيرسي وعيه في النهاية يدرك أنه داخل المستشفى بينما يراقبه جروفار الذي يهنئه على أنه لا يزال على قيد الحياة ومع ذلك بيرسي ليست لديه نية البقاء داخل المخيم حيث أنه يريد بشدة الذهاب للبحث عن والدته لكن جروفار يخبره أنه يجب عليه أن يتدرب ليصبح أقوى قبل التوجه إلى سعيه يصل الاثنان نحو حوف الجزيرة ويشعر بيرسي بالصدمة عندما يرى أن معلمه الذي أنقذه سادقا هو في الواقع القنطور يدعى تشيرون وهو المسؤول أيضا عن معسكرات التدريد وينوي الأستاذ بدأ تدريب بيرسي يجمع القنطور بسرعة كل أنصاف الآلهة داخل هذا الموقع بينما يقوم بتعيين بيرسي نحو الفريق الأزرق الذي يقوده رجل يدعى لوك والذي يرحب به في مجموعته وسرعان ما يبدأ التدريب حيث تحاول الفرق المتعارضة الاستيلاء على أعلام الخصم بينما تبدأ الآلهة في القتال كما لو كانت معركة حقيقية لحسن الحظ تمكن بيرسي من الخروج دون أن يصاب بأذى جنبا إلى جنب مع لوك بينما يحاولون البحث عن علم الخصم سرعان ما تعرضوا لكمين من قبل الفريق المنافس مما أجبرهم على القتال على الفور ومع ذلك تغلب الخصم على الاثنين فيضطر لوك للتضحية بنفسه لصد المعارضين وإعطاء بيرسي فرصة للهروب من الكمين وهذا يسمح لبيرسي بالوصول نحو النهر فلاحظ بسرعة أن علم الفريق الخصم يقع مباشرة أمامه دون تفكير لثانية ذهب بيرسي بسرعة نحو قاعدة العدو للمطالبة بانتصاره ولكن أوقفته على الفور فتاة تدعى أنابيث التي بدأت في مهاجمة بيرسي دون رحمة هذا يجبر بيرسي على القتال على الفور لكن خصمه تغلب عليه أوقعته أرضا وسط إعجاب وهتافات الجميع ومع ذلك يرفض بيرسي أن يهزم بهذه السهولة يبدأ بالزحف نحو النهر بالفترة ويصدم عندما يرى أن الماء يشفي بالفعل جميع الجروح الموجودة في جسده والأكثر من ذلك يبدأ بيرسي في الشعور بقوة لا تصدق تتدفق عبر جسده يبدأ في مهاجمة أعضاء الفريق الخصم وبذلك هزيمة الجميع المعارضين بسهولة في نفس الوقت مما يجعل أنابيث تتقدم للأمام وتهاجم بيرسي مرة ثانية وبشراسة لكن بيرسي تمكن من نزع سلاح الفتاة على الفور ويهزمها يرى الجميع قوة بيرسي في القتال ويبدأ الكل في التراجع في احترام له واستسلام مع السماح له باستعادة العلم والفوز بالمسابقة أيضا يحتفل جميع المتدربين بعد البطولة بينما اكتسب بيرسي الكثير من الشعبية بعد فوزه خاصة بين الفتيات لكنه من الواضح أنه مركز على الانتقام فقط ويبدأ أنه مهتم بالفتاة التي كادت أن تقتله أثناء المنافسة والتي من الواضح أنها تبادره نفس الاهتمام أيضا يتم مقاطعتهما بسرعة من قبل كيان خديث يعرف باسم هاديس الذي جاء لمطاردة بيرسي حيث يبدأ في إلقاء الكرات النارية نحو الحشد وإحداث الفوضى وسرعان ما تم الكشف عن أن الإله هاديس هو الذي أرسل المينوتور لاختطاف والدة بيرسي والإله الشرير يريد من بيرسي أن يعطيه صاعقة زيوس مقابل حياة والدته وهذا لا ينح بيرسي أي خيار آخر سوى الذهاب لإنقاذ والدته على الرغم من عدم توفره على صاعقة زيوس التي يزعم الجميع أنه هو من سرقها لحسن الحف قرر أصدقاء بيرسي الجدد مساعدة بيرسي أيضاً بينما تدعي أنابيث أن هناك شخصاً واحداً فقط يمكنه مساعدتهم على التسلل داخل عالم هاديس هذا الشخص هو لوك ابن هرميس ولديه العديد من القطع الأثرية من والده التي يمكن أن تساعد الفريق في العثور على طريقه من نحو العالم السفلي بما في ذلك زوج من الأحذية الطائرة التي يمكن أن تساعدهم في التحليق ودرع قوي يمكنه حماية مستخدميه من جميع العناصر ولكن الأصعب في المهمة في الواقع هو مغادرة العالم السفلي بعد دخوله حيث يحتاجون إلى لؤلؤة خاصة لكل شخص للانتقال بعيداً عن الموقع بعد ذلك سرعان ما يتمكن الأشخاص من الوصول إلى الوجهة التي تقع فيها اللؤلؤة الأولى وتتفاجأ المجموعة برؤية التماثيل العديدة الموجودة داخل المبنى وجد الفريق في النهاية نافورة مليئة بالعملات الذهبية التي استخدمها اليونانيون القدماء مما يعني أنهم يجب أن يكونوا قريبين جداً من العثور على اللؤلؤة أيضاً قرر الفريق أن ينقسموا لتسريع عمرية البحث بينما بدأوا في ملاحظة أن التعبيرات الموجودة على المنحوتات أصبحت أكثر رعباً سرعان ما تجد أنابيث شخصاً آخر داخل المبنى ويخبرها أنهم في خطر رهيب وأنهم بحاجة إلى الاكتعاد عن هذا الموقع على الفور ومع ذلك قبل أن يتمكن من الوصول إلى المخرج أوقفتهم بسرعة امرأة غامضة في الظلال وتكشف أنها المسؤولة عن تحويل كل زوارها إلى تماثيل حجرية وتبين أن المرأة تعرف باسم ميدوسا وقد لعنتها الآلهة بقوة غريبة حيث أن أي شخص ينظر إلى عينيها سيتجمد إلى الأبد بينما يتم تحويله إلى تمثال من حجر مما يجعل أنابيث تغلق عينيها على الفور بينما تحاول ميدوسا تحويلها ولحسن الحظ تم العثور على الفتاة بسرعة من قبل زملائها في الفريق حيث تمكن بيرسي من تشتيت انتباه عدوهم والتسبب بمطاردته من طرف الوحش بشراسة بينما ينتهز جوفار الفرصة لإنقاذ أنابيث بتحريرها من التنثال الذي يمسك فراعها في الوقت نفسه يواصل بيرسي الهروب من العدو الذي يطارده بلا هوادة لكنه سرعان ما تخدعه ميدوسا التي تتمكن من إسقاط التماثيل مباشرة فوق بيرسي ما يسمح لها بالقبض عليه حيث تحاول فتح عيونه لتحويله إلى تمثال قبل أن تتمكن ميدوسا من ضمه إلى مجموعاتها من التماثيل اندفعت شاحنة نحوهم على الفور لتسقط العدو على الأرض وسرعان ما تم الكشف عن أن الآخرين قد جاءوا لإنقاذ صديقهم حيث تمكنوا من صعق الوحش مؤقتا والسماح لبيرسي بالتقدم للأمام وتقطيع رأسها ما سيسمح لهم بخروجهم من السيارة حيث يرون رأس الوحش على الأرض ويقرر الفريق أخذ بقايا لعدو كسلاح لاستخدامه ضد أعدائهم في المستقبل يلاحظ بيرسي أن اللؤلؤة التي يبحثون عنها موجودة على سوار ميدوسا فيأخذون القطعة السحرية التي ستمكنهم من الهروب من العالم السفلي فيما بعد وسرعان ما استأنفوا رحلتهم نحو وجهتهم التالية من خلال اتباع الخريطة السحرية فيصلون في النهاية إلى متحف عملاق للآلهة القديمة عند دخول المجموعة إلى داخل المبنى لاحظوا بسرعة أن اللؤلؤة الثانية تقع مباشرة فوق رأس التنفال العملاق مما يعني أنه يتعين عليهم تسلق التنفال بطريقة ما لأخذها ما يجبرهم على الانتظار حتى حلول الليل بينما يتسللون سرا داخل المتحف العملاق يكتشفون أن عمال النظافة ما زالوا ينظفون أرضيات المبنى لتتمكن أنابيث من وضع خطة حيث بدأت في إطلاق سهامها المنومة على العمال وسرعان ما غطوا في نوم عميق فيخرجون على الفور حذاء الطيران من العلبة يركض برسي نحو التنفال العملاق ويبدأ في التحليق نحو رأسه يتسلق ببطء نحو التاج العملاق ويتمكن في النهاية من أخذ اللؤلؤة من التنفال بينما هو فرح بإنجازه يهبط بسرعة على الأرض وقبل أن يتمكنوا من مغادرة المبنى يتم إيقافهم على الفور من قبل عمال النظافة الذين استعدوا وعيهم بطريقة ما بدأوا التحدث بالتزامن وبنفس الصوت مطالبين بإعادة الصعيقة وسرعان ما تبين أن العمال هم في الواقع وحوش مقنعة عندما بدأوا في الكشف عن شكلهم الحقيقي يتضح أنهم هدرة تكتسح المكان كله بضخامتها يرى الفريق ذلك ويحاول يائسا الهروب للنجاة بحياتهم بينما يطلق الوحش النيران تجاههم ويتسبب في قيام بيرسي بإسقاط اللؤلؤة ما يجبرهم على إخراج أسلحتهم ومحاولتهم محاربة الوحش من وراء الأعمدة لكن بيرسي تمكن في النهاية من العثور على فتحة أثناء الهجوم باتجاه رؤوس العدو العديدة وتفاد قاذفات اللهب في نفس الوقت فاستطاع بيرسي في النهاية من ضرب الوحش وبدأ في قطع رؤوسه بينما يلحق ضررا هائلا بالمخلوق ويتسبب في سقوط الثعبان العملاق على الأرض ومع ذلك قبل أن يتمكنوا من الاحتفال بفوزهم سرعان ما لاحظوا أن هناك شيئا خاطئا حيث يبدأ الوحش العملاق في التعافي بسرعة ونمو المزيد من الرؤوس بينما يصبح أقوى بكثير من أي وقت مضى هذا يجبر الفريق على تغيير استراتيجيتهم حيث تندفع أنابيث للأمام لإلهاء الوحش بإطلاق سهامها بينما تنح بيرسي الفرصة لاستعادة اللؤلؤة السحرية لكن الوحش يتمكن من إيقاف بيرسي ومحاصرته خلف التنثال باستخدام لهيبها الفتاك فيجد بيرسي نفسه خلف تنثال المتحف محاصرا ليبدأ في الشعور بقوته القادمة من نوافير المياه القريبة منه وتمكن في النهاية من استحضار موجة هائلة نحو الوحش العملاق بينما يجبر الثعبان على التراجع على الفور يرى بيرسي هذا ويتمكن بسرعة من استعادة اللؤلؤة حيث يبدأ بالهرب جنبا إلى جنب مع أصدقائه ولكن فقط ليكتشف أن الأبواب المؤدية إلى الخارج قد تم إغلاقها منذ البداية وهذا لا يمنحهم خيارا آخر سوى اتخاذ قرار إخراج رأس ميدوسا وتوجيهه مباشرة نحو الثعبان العملاق ما يجعله يصبح تمثالا ضخما ويسمح لأنصاف الآلهة بالفوز بالمعركة يستمر الفريق نحو وجهتهم التالية لاستعادة اللؤلؤة الأخيرة عندما وصلوا إلى كازينو اللوتس داخل الأسفيداس يدخلون داخل المبنى الملون يتم إيقافهم بسرعة في الباب من قبل مجموعة من النادلات التي يقدم لهم كعك اللوتس لتناوله مجانا دون التفكير يبدأون في تناول الكعك على الفور وسرعان ما يبدأون في الشعور بإحساس غريد مما يجعلهم ينسون تماما سعيهم للبحث عن اللؤلؤة ويجعل المجموعة مفتونة بالوسائل الترفيهية العديدة داخل المبنى حيث أن استهلاكهم لمستمرة لزهرة اللوتس تبقيهم منومين مغناطيسيا عن الواقع تمكن بيرسي في النهاية من العثور على اللؤلؤة على طاولة القمار مما جعله يتفكر غرضهم الحقيقية من المجيء إلى هنا في المقام الأول فيرفض استهلاك زهور اللوتس بعد الآن بعد إدراكه أنهم وقعوا في فخ يتجه بيرسي بسرعة نحو أصدقائه ويحاول إيقاظهم من النشوة بينما يخبر الفريق أنه يجب عليهم الاتعاد عن هذا الموقع على الفور فيهرعون للرقب مباشرة نحو المخارج أثناء محاولة هروبهم يحاول حراس الملها منع المجموعة من مغادرة هذا المبنى لكن أنصاف الآلهة تمكنوا من محاربة الأعداء بسهولة وسمحوا لبيرسي بالاستيلاء على اللؤلؤة السحرية في نفس الوقت لاحظوا وجود سيارة قريبة جدا اندفعوا إلى الداخل على الفور واستقلوا السيارة قبل أن يقودوها بعيدا عن المسرح وتصطدم مباشرة بالأبواب الأمامية مما يسمح لهم بسرعة بالهروب بعيدا عن هذا الكابوس الحي قبل مغادرة المدينة يدركون بسرعة أنهم قد ظلوا عالقين داخل الكزين لعدة أيام ولم يبقى أمامهم سوى 24 ساعة كأجل قبل أن تبدأ الآلهة الحرب المروع لحسن الحظ تمكنوا من العثور على وجهتهم النهائية باستخدام الخريطة حيث وصلوا في النهاية نحو جبل هوليود الشهير إذا بهم كشفوا أن الباب المؤدي إلى منزل هاديس يقع خلف علامة هوليود مباشرة حيث يبدأ مدخل غامض في الظهور على الأرض مما يسمح للمجموعة بالمغامرة بالداخل فيصلون في النهاية نحو غرفة مليئة بالهياكل العظمية ليجدوا أمامهم الكائن المسؤول عن أخذ الأرواح الميتة نحو العالم السفلي تمكنوا من دفع المال للحارس بالعملات الذهبية من مخبأ ميدوسا ما يسمح لهم بالدخول وصعود القارب فيغامرون نحو البعد الآخر المليئ بالبؤس مع الموت بينما تنزل المجموعة ببطء من القارب وأسلحتهم في أيديهم يدخلون بحذر داخل المبنى الغامض فيواجه الفريق بسرعة زوجا من كلاب الجحيم العدوانية التي تهدد بقتلهم على الثور لكن يتم انقاذهم من قبل زوجة هاديس المعروفة باسم بيرسي فوني والمثير للدهشة أن المرأة ليس لديها أي نية لإيذاء ضيوفها حيث قررت جلبهم نحو زوجها الذي يقدم نفسه كإله للعالم السفلي ويطلب من بيرسي إخراج صاعقة الرعد على الفور ومع ذلك ينفي بيرسي أنه سرق السلاح من زيوس مما يتسبب في غضب هاديس فيحضر والدة بيرسي بسرعة ليتمكن النصف الإله من مشاهدة المرأة وهي تموت يرى بيرسي ذلك ويسقط أسلحته على الأرض وهو يندفع لاحتضان أمه لكن هاديس سرعان ما لاحظ أن الصاعقة كانت مختبئة داخل درع بيرسي طوال الوقت وهذا يسمح له أخيرا بالحصول على السلاح السحري ليصبح بعد ذلك أكثر قوة ليدرك الجميع بذلك أن لوكا هو من سرق الصاعقة من الآلهة ومع ذلك على الرغم من حصوله أخيرا على ما أراد إلا أن هاديس ليس لديه أي نية للسماح لهم بالمغادرة والإفراج عنهم حيث يخطط لأخذ أرواح السجناء وقتلهم جميعا لحسن الحظ قبل أن يتم دفع المجموعة داخل النيران تخون بيرسي فوني زوجها بسرعة وتأخذ صاعقة البرك وهي تطلق العنان لانفجار قوي نحو هاديس فيرميه كالدمية نحو الجدران وهذا يسمح في النهاية بإنقاذ الآخرين من النيران يقتربون في حذر من بيرسي فوني التي تخبرهم أنها ليست عدوهم وكشفت أنها أرادت الانتقام من زوجها لفترة طويلة جدا حيث كان هاديس مسؤولا عن أخذها بعيدا عن عائلتها بينما حصرها داخل العالم السفلي لسنوات لا حصر لها والمثير للدهشة أن المرأة في النهاية تعيد الصاعقة نحو بيرسي لأنها تريد من بيرسي أن ينع الآلهة من بدء الحرب أيضا قبل أن يتمكن الأشخاص من مغادرة هذا الموقع يدركون بسرعة أن لديهم ثلاث لآلئ سحرية فقط مما يعني أنه يجب على شخص واحد البقاء في الخلف ولدهشتهم يتطوع دروفار للبقاء داخل العالم السفلي لأنه من الواضح أنه يريد حصول على بعض الوقت مع بيرسي فوني التي أعجبت به يضعون لآلئهم الفردية على الأرض قبل أن يدوسوا عليها مما يؤدي إلى نقلهم بعيدا عن هذا العالم وفي النهاية إعادتهم إلى مبنى بيرسيتي المتصل مباشرة بالسماء قبل أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى المدخل يتم إيقافهم بسرعة من قبل عدو طائر تبين أنه لبق وسرعان ما تم الكشف عن أنه كان في الواقع العقل المدبر وراء كل ما حدث لأنه يريد أن تدمر الآلهة أنفسهم لذلك يمكن لجيله أن يصبح الحكام الجدد للبشرية في وقت قريب جدا يبدأ بمهاجمة بيرسي حيث يحاول منعه من إعادة الصعيقة ويتمكن بسرعة من ضربه نحو الأرض أثناء سرقة السلاح السحري وهذا يسمح للوك بأن يصبح أكثر قوة حيث يبدأ في إطلاق أشعة طاقة مدمرة تجاه الجميع ويتسبب في انفجارات ضخمة يرى لوك ذلك وينتهز الفرصة بسرعة للهروب دون أن يدرك أن بيرسي لا يزال لديه الأحذية الطائرة أيضا والتي تسمح له بمطاردته في السماء مما يتسبب في اصطدام نصفي الآلهة معا في السماء حيث يتقاتلان بشدة للحصول على صاعقة البرق لكن لوك تمكن من الحصول على الميزة بينما طرد بيرسي بعيدا باستخدام قوة هائلة لحسن الحظ يتعافى بيرسي من الهجوم لكنه مجبر على الهروب داخل ناطحة السحاب بينما يطارده لوك عن كفرد ومع ذلك تمكن بيرسي بسرعة من قلب المعركة حيث ينطلق نحو الخصم من الجاند بينما يتسبب في إسقاط لوك وكذلك الصاعقة يسمح هذا لبرسي بالحصول أخيرا على السلاح السحري حيث يحاول العودة نحو أصدقائه ولكن سرعان ما يهاجمه بسكيم ويقطع جنح حذائه مما يتسبب في سقوط بيرسي من السماء وهبوطه على أحد المداني تصبح الأمور أسوأ عندما يتمكن لوك من استعادة الصاعقة مرة أخرى بينما يجبر بيرسي على البقاء في الزاوية قبل أن يتم قتل بيرسي مباشرة يبدأ في استخدام قواه وقدراته حيث يستدعي موجات من الماء من خزانات الضغط ويطلق السوائل مباشرة نحو لوك ويتسبب في سقوطه منهزما تماما لكن لوك تمكن في النهاية من النهوض لأنه يرفض خسارة القتال بهذه السهولة يرى بيرسي ذلك ويستدعي بسرعة رمحه ثلاثي الشعب من الماء فيطلق السلاح نحو لوك ويرمي به مباشرة ليتحطم في المحيط يسمح هذا في النهاية لبيرسي بإعادة الصاعقة نحو أصدقائه حيث يذهب بسرعة إلى المدخل السري الذي يقودهم مباشرة نحو الآلهة الأخرى لحسن الحظ قبل أن يقرر زيوس إنهاء العد التنازلي ليوم القيامة تمكن بيرسي من الوصول في الوقت وإعادة الصاعقة نحو صاحبها الشرعي مع توضيح أن لوك هو من سرق السلاح وأراد أن تدمر الآلهة أنفسهم وهذا يجعل الناس يدركون حماقتهم ويترك المجال للحكم لأنصاف الآلهة بينما يحصل والد بيرسي أثيرا على فرصة مقابلة طفله مرة أخرى يعتذر الإله لعدم وجوده بجانب بيرسي لكنه يعبر عن مدى حبه لابنه وفي النهاية يتمكن من التصالح مع بيرسي الذي يعود في النهاية إلى مخيم التدريبات مع زملائه ويتفاجأ برؤية عودة جروفار إلى عالم البشر وهروبه من قبضة زوجة هاديس والأكثر من ذلك يبدو أن بيرسي قد وجد أخيرا سببا حقيقيا للبقاء داخل هذا المخيم أيضا حيث يبدأون التدريب لحماية العالم البشري من الأخطار المستقبلية إذن ما رأيكم في هذا الفيلم؟ اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدنى وإذا أعجبتك فيديوهاتي اضغط لايك واشترك للمزيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا